هو أسيبك من قصة أنه فدكتور هو التعب النفسي ممكن يأثر جسمانيا أن الواحد يبقى حاسي أنه مش قادر يتحرك يعني ممكن يوصل يعني أنا أعرف أن التعب النفسي فعلا يعمل توطر يعمل أرق يعمل أنجزاية يعمل حاجات كتير بس هل ممكن يتأقل الجسم المرض النفسي بيسيطر على كل حاجة في الإنسان يعني ما قولت أن الهموم تثقل تثقل الأبدان دي سليمة المرض النفسي هو بداية للمرض العضوي ويوصل لعضوي لو حد جاله اكتئاب ممكن يوعد في قطه وبالشهر ما يطلعش من قطه اكتئاب حاجة بسيطة معانا آية من منصورة أهلا يا آية تفضلي أهلا بيك يا آية تفضلي أهلا بحضرتك أنا عندي بس مشكلة أخوية وكنت عايزة أحكيها بس الدكتور يقول لي يحل في الموضوع ده تفضلي أهلا بحضرتك